والولاد جابوا ده منين؟ يعني في مصر مثلاً في أمريكا مثلاً في إنجلترا مثلاً يعني الحركة الطلابية اللي أنا بشوفها إنها واحدة من أعظم الحركات الطلابية خلال 30-40 سنة فاته مش بس لأنها دعم للقضية لأنه فيه وعي حقيقي يعني وده مزهل جابوا ده منين؟ هم ما شافوش غير من 7 أكتوبر لحد دلوقتي فيما قبل ذلك كان معتماً عليه لا إسرائيل ما كانتش سمعتها حلوة وسائت إسرائيل طول عمرها سمعتها وعشة يعني ما كانتش حاجة كويسة وبقت حاجة وعشة لكن ما كانش حد عارف اللي بيجرى على الأرض لا يعني عارفين إن هم محتلين فلسطين والفلسطين ديها تعربية وإن هم بيهينوا مقدساتنا في المسجد الأقصى وإن هم عايزين يروجوا للرواية التورتية اللي هي مش منسجمة مع قناعتها يعني مع المنطق أصلاً مش هقولك مع الدين الإسلام يعني أنا أنا مش ضد اليهود مع الإنسانية لا يتلقى مع مبادئ الإنسانية يعني أنا مش ضد اليهود ضد الصهيونية وضد الكيان اللي تزرع في بلادنا عشان يروج للرواية التورتية اللي ما عايزين الحدود منين لفين اللي هو أنا ضحية لو ما تفرملتش وإن إحنا ما فوقناش حققه وحلمهم بس مش هيحصل مصر طول عمرها بتكسر المشاريع اللي منها ده صح يعني طول عمرها طول التاريخ يعني محدش يعني ممكن يحصل ربكة شوية بس ما حصلش ده مصر طول الوقت يعني لما وقعت بقى سقطت بغداد وصخطت الأندلس فضلت القيارة هي اللي شايلة الثقافة العربية وهي اللي بتعمل عمارة المساجد دي كلها اللي اتعملت في كان فيه نهضة قبل قبل محمد علي كبيرة محدش بيتكلم عنها يعني وكان عندنا تجارة مع البحر المتوسط ده ده فيه حايد احمن طاقة في 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 الابجية كده اسمها البندقة يعني بنتوا أهل البندقية اللي كانوا بيتجرم راحوا سكنوا فيها لغاية دلوقت موجود يعني يعني فمصر طول الوقت يعني رمانة الميزان بتاع الكوكب يعني ما بحبش أنا بلاغة ان ان احنا عشان مصريين بنتكلم عن نفسنا احنا عايزين الناس يشوفوا التاريخ يعني مصر لو لها يعني الفترة ديت هي اللي حافظت الدواوين اللغة العربية اللغة العربية اللي دا يا دي ما كانتش البلاد دي كلها لا علاقة بالكتابة اللغة العربية لان احنا عندنا دواوين ومراسلات ومش عارف فيه فكان لازم تتكتب هي المحيدة الوحيدة فحافظت على اللغة العربية المساجد برقوق وقايدباي ومش عارف ده كانت مساجد زي الأزهر بالزبط وكان فيها مدارس وعلماء يعني فالقاهرة طول الوقت رمانة الميزان واللي هي حيتكسر على حدودها اي اطباع استعمارية تغيير طباعتها كان غيرهم اشطر الاسرائيليين دول هشين ده هم هم بيعملوا ايه دلوقت هم بيلاعبوا بيلاعبوا الفلسطينيين تنس وواحد كسر وواحد خسر ده ناس عزل بيضربوهم بطيارات والامريكان وعفلهم بيضربوهم معلومات استخباراتية والقلمان اللي هما كسلين عينهم يعني بيبتزوهم ويتحسسهم والانجليز يعني يعني ايه اسرائيلة ما هي اسرائيلة طلعت يعني معلاش شي يعني هي بتحارب جيش نظامي هي تقدر على جيش نظامي هي اتهزمت من الجيش النظامي لما حربتنا مزبوط واتهزمت من المقاوبة يعني مزبوط هي في كل الاحوال كيام مأزومة مأزوم والشباب الصغير مستقطرين عليها لانها هي اسرائيل من غير الدعم الغربي ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة يعني صفر واللي بيحصل دلوقتي في مفاوضات وبتاع ده هي ما يقدروش يكملوا على فكرة يعني لو لا لو لا التسليح الدائم والحاجات ده والدعم والفلوس الكتيرة والقطع الغيار ومش عارف ايه دي ما يكملوش عشر ايام ده اساطير عمالة تدعمهم وهم اللي راحين يقولوا عايزين نعمل تهدئة يعني بيدوهم زخيرة وبيدوهم طيارات وبيدوهم مش عارف ايه وهم اللي يقولك قلبهم حنين وصعبان عليهم معاناة الشعب الفلسطيني وهم بلسه بلسه يعني بيبقى بلينكين هنا نازل من طيارة وخمس طيارات ما جايبها جايب سواريخ لإسرائيل وجايب زخيرة لإسرائيل يعني يعني دي مناطق ما حسسين أنا بالعجز والإحباط يعني أنا كشخص انا السادة المشاهدين نعمل إيه بقى مع دول يعني انت دلوقتي احنا في مواجهة العالم الغربي كله ومحدش معانا غير يعني وربنا حينصر الفلسطينيين الفلسطينيين ربنا حينصرهم يعني انت دلوقتي دخلت على 38 ألف شهيد يعني يعني على واشكه و85 ألف مصاب حوالي 90 ألف مصاب يعني غير الموجودين تحت الركام يعني يعني فين الإنسانية اللي بيكلموا عنها ولا حتى سقوط مدود الإنسانية